صباح الخير متابعي تقصي العرب في المملكة العربية السعودية نهار اليوم سلثة بإذن الله تسود معظم ومختلف مناطق المملكة أجواء حارة أما في ساعات الليل تكون الأجواء دافئة إلى معتدلة نصعد وإياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في العاصمة الرياض نهار 29 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة الملموسة 27 درجة مئوية نسبة الرطوبة 25% وسرعة الرياح 13 كم في الساعة ننتقل الآن لنتعرف على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة تداء شمالاً وسكاكا نهاراً بتسجل 20 ليلة 11 أجواء مشمسة وصافية عار عار 19 نهاراً 9 ليلاً وتبوك 21 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً إلى 10 درجات مئوية ننتقل الآن إلى المناطق الغربية وجدة نهاراً 29 نهاراً مع أجواء مشمسة ولكن هناك غبار مسارة 22 درجة تنزل ليلاً المدينة منورة 34 نهاراً أجواء صافية ومشمسة ليلاً 20 مكة المكرمة 34 نهاراً وليلاً 19 درجة مئوية الطائف 30 نهاراً وتنخفض بالليل لـ 19 درجة مئوية ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 27 نهاراً 12 ليلاً أجواء غائمة جزئية الباحة 26 نهاراً أجواء أيضاً غائمة 14 ليلاً جازان 32 درجة مئوية و26 درجة مئوية بتسجلها ليلاً ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام درجات حرارة مرتفعة 38 نهاراً 18 ليلاً حفر الباطن 30 نهاراً هناك غبار مسارة في هذه الأثناء و14 درجة مئوية بتسجلها ليلاً والإحساء درجات حرارة عالية 41 نهاراً و18 درجة مئوية بتسجلها ليلاً أخيراً مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض 39 درجة نهاراً أيضاً هناك أتربة مثارة بسبب هوب الرياح وليلاً بتسجل 19 بريدة 30 نهاراً أجواء صافية ومشمسة 14 ليلاً أما حائل نهاراً 22 درجة مئوية أجواء صافية ومشمسة أما ليلاً بتنخفض 11 درجة مئوية متابعينا كان هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة وإلى اللقاء موسيقى